بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين صلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائي وتكنولوجيا مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط وبدون إطالة مع الوضعية الأولى المقترحة في هذا الموضوع يقول بينما كان الأستاذ يقوم يقوم تلامذته أمسك قلما ومسطرة ورسم قطعة مستقيمة على الصبورة ثم أخذ المدور ورسم ضائرة ثم أعطى المهام المطلوبة من التلاميذ متمثلة في إتمام هذا الجدول إذن لدينا النقطة المادية تتمثل في المثال الأول رأس القلم والمثال الثاني رأس المدور يعني الرأس الراسم الذي يركب فيه القلم وأعطى هذه الحالات الحركية يقول رأس القلم متحرك يعني ما الذي نضعه في هذا الفراغ هنا ينبغي أن نذكر ما هو المرجع الذي يعتبر رأس القلم متحرك بالنسبة إليه أو بالنسبة له إذن فرأس القلم يكون متحركا بالنسبة للصبورة أو للمسطرة أو للأستاذ نفسه التعليل لماذا رأس القلم يعتبر متحرك بالنسبة للصبورة أو المسطرة لأنه يغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع ثم نحدد مرجعا آخر يكون رأس القلم ساكن بالنسبة إليه إذن فمثلا رأس القلم يكون ساكن بالنسبة لليد التي تمسكه فالتعليل لماذا لأنه لا يغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع وهو اليد كيف يكون شكل ما صار رأس القلم وهو يتحرك على الصبورة بالنسبة للصبورة أو بالنسبة للمسطرة أو بالنسبة للأستاذ إذن فهو خط مستقيم نمر إلى المثال الثاني رأس المدور كذلك يعتبر متحركا بالنسبة لصبورة أو الأستاذ التعليل لماذا لأنه يغير موضعه يعني رأس المدور الراصم يغير موضعه بالنسبة للصبورة أو بالنسبة للأستاذ ومتى يعتبر هذا الجزء ساكنا فهو ساكن بالنسبة للجزء أو للذراع الذي يحمله الذراع التي يثبت عليها القلم هو ساكن بالنسبة إليها لماذا لأنه لا يغير موضعه بالنسبة إليها كيف يكون شكل مصاره بالنسبة للمرجع المختار يعني الذي يبدو متحركا بالنسبة له إنه يشكل خطا دائريا سواء بالنسبة للصبورة أو بالنسبة للأستاذ ما نوع حركة الرأس القلم في الحالة الأولى عندما ينسحب على المسترى فإن حركته إنسحابية مستقمة وبالنسبة للمدور فإن هذا القلم يتحرك حركة إنسحابية دائرية ننتقل إلى الوضعية الثانية الوضعية الثانية يقول تتحرك سيارة على الطريق السيار شرق غرب بسرعة ثابتة قيمتها 120 كم في الساعة لمدة خمس ساعات دون توقف ما هي طبيعة حركة هذه السيارة؟ أعلّل إجابتك ثانيا ما هي المسافة التي تكون قد قطعتها وكم هي ثالثا كم هي المدة الزمانية التي استغرقتها من أجل قطع مسافة 360 كم عبر عن سرعة هذه السيارة بالمتر على الثانية إذن فطبيعة الحركة لا شك أنكم تعرفتم عليها أنها حركة إنسحابية منتظمة أعلّل إجابتك لماذا هي إنسحابية منتظمة؟ هي إنسحابية لأن الجسم ينسحب بالكامل وبالتالي تكون كل نقاطه مصاراتها متماثلة هذا بالنسبة للإنسحاب ولماذا قلنا أنها منتظمة؟ لأن سرعتها ثابتة طيلة مدة الحركة ما هي المسافة التي تكون قد قطعتها؟ هنا ينبغي أن نتذكر العلاقة التي حسبنا بها السرعة المتوسطة V تساوي D على T أي سرعة المتوسطة تساوي المسافة المخطوعة على الزمن المستغرق ومنها من هذه العلاقة نحن نريد أن نحسب المسافة ومنه نستخرج علاقة لحساب المسافة أي D تساوي V ضرب T المسافة تساوي السرعة في الزمن نطبق عدديا D يساوي الآن السرعة معطاعة مئة وعشرين كيلو متر في الساعة لمدة خمس ساعات نضرب في خمس ساعات فنحصل عن ناتج D يساوي ستميات كيلو متر كم هي المدة الزمنية التي استغرقتها من أجل قطع مسافة 360 كيلو متر هنا كذلك نتذكر أن قانون السرعة V يساوي D على T ومنه نستخرج T الزمن الزمن يساوي المسافة على السرعة نطبق عدديا T يساوي 360 تقسيم مئة وعشرين 360 قلنا هي المسافة المعطاعة قال كم هي المدة الزمنية التي استغرقتها من أجل قطع مسافة 360 كيلو متر إذن المسافة 360 كيلو متر السرعة هي 120 كيلو متر في الساعة وبالتالي سيكون الزمن T يساوي ثلث ساعت أي من أجل مسافة قطعها 360 كيلو متر فإنه يستغرق زمن قطعه ثلث ساعات لأنه يسير بسرعة ثابتة أعبر عن سرعة هذه السيارة بالمتر على الثانية إذن لدينا دائما V يساوي D على T سنطبق V يساوي D الآن هنا D كانت بالكيلو متر 120 كيلو متر نقوم بتحويل هاي المتر نضرب في ألف نقسم على واحد في 3600 هنا ضربنا في 3600 لتحويل الساعة إلى الثانية وبالتالي نجد المسافة السرعة بالمتر على الثانية V تساوي 33.33 متر على الثانية هذا بالنسبة للوضعية الثانية نمر إلى الوضعية الإدماجية تم قذف كرة بشكل شاقولي نحو الأعلى ثم تم استقبالها في نفس الموضع وتمت معاناة تغيرات سرعتها فكانت كما هي ممثلة في المخطط التالي إذن لدينا المخطط في تغير السرعة بدلالة الزمن أعطى لنا القيمة القصوى تساوي 16 متر على الثانية وأعطى لنا زمن المتوسط في المنحنة يساوي 5 ثانية وأعطى لنا هذا الجدول أتميم الجدول التالي ما هي مراحل الحركة التي مرت بها هذه الكرة ما هو مجالها الزمني مدتها الزمنية حالة سرعة طبيعة حركة طبيعة حركة الإجمالية أثناء الصعود والنزل الزمن الكلي للحركة صعودا ونزل المسافة الإجمالية التي قطعتها الكرة صعودا ونزلا إذن لشك أننا نلاحظ بأن المنحنة ينقسم إلى مرحلتين إذن فالحركة مرت بمرحلتين المرحلة الأولى ما هو مجالها الزمني تبدأ من الثانية الخامسة من صفر إلى خمس ثواني إذن هذا المجال الزمني لنحسب المدة الزمانية المدة الزمانية هي الفاصلة النهائية نقص الفاصلة الإبتدائية أي خمسة ناقص صفر وتساوي خمس ثواني إذن هذا بالنسبة تي واحد سميناها تي واحد وهي زمن الصعود تساوي خمس ثواني كيف كانت السرعة؟ حالة السرعة لشك أنكم تلاحظون أن السرعة عند اللحظة الإبتدائية كانت تساوي ستعاش متر في ثانية عند اللحظة النهائية خمس ثواني صارت تساوي صفر إذن من ستعاش إلى صفر معناها أن السرعة تناقصت إذن فالسرعة متناقصة الآن لما كانت السرعة متناقصة ماذا نقول عن طبيعة حركة الكرة؟ أي الكرة أثناء صعودها تتباطئ تكون حركتها متباطئة ثم نمر إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية تبدأ منها ما هو مجالها الزمني؟ من خمسة إلى عشر من خمسة إلى عشر إذن المجال الزمني قلنا هو من خمسة إلى عشر ما هي مدتها الزمانية؟ كذلك تساوي الفاصلة تثنين تساوي الفاصلة النهائية ناقص الفاصلة الإبتدائية أي عشرة ناقص خمسة وتساوي خمسة إذن تثنين تساوي خمس ثواني بمعنى الكرة أثناء صعودها تستغرق خمس ثواني أثناء نزولها تستغرق خمس ثواني الآن كيف هي حالة السرعة لاحظ أنها كانت عند بداية المرحلة الثانية كانت السرعة منعادة ما عند الصفر بمعنى الكرة وصلت إلى أعلى ارتفاع وستعود إذن السرعة في اللحظة صفر عند أعلى ارتفاع تكون السرعة منعادمة كما هو في المنحنة في الفاصلة النهائية يعني عندما تصل إلى يد الشخص أثناء نزولها عندما تصل إلى يد الشخص تصير سرعتها ستة عشر متر في الثانية إذن من صفر إلى ستة عشر فالسرعة متزايدة إذن أثناء السقوط تتزايد سرعة الكرة إذن فسرعتها متزايدة بما أن السرعة متزايدة فإن طبيعة الحركة تكون متسارعة إذن قال ما طبيعة الحركة الإجمالية للكرة إذن فالكرة تكون متباطئة الحركة أثناء مرحلة الصعود ومتسارعة الحركة أثناء مرحلة الهبوط ما هو الزمن الكلي للحركة؟ إذن فالزمن الكلي T يساوي T1 زائد T2 ويساوي 5 زائد 5 ويساوي 10 ثواني الآن ما هي المسافة الإجمالية؟ هنا ننتبه بالنسبة لحساب المسافة D لدينا D يساوي VM في T بمعنى المسافة تساوي سرعة المتوسطة في الزمن لكن هنا ننتبه هنا في هذه الحالة السرعة ليست ثابتة إذن فكيف السبيل لإيجاد المسافة؟ إذن لدينا طريقتين للحل الطريقة الأولى نعطي الحل ثم نشرحه إذن قلنا D تساوي VM في T وبالتالي طبقنا العلاقة ماذا فعلنا؟ D يساوي نصف ضرب 16 ضرب 10 ويساوي 80 متر كيف وجدنا هذا الناتج؟ يعني من أين تحصلنا على هذه المعطيات؟ لدينا بما أن السرعة متناقصة يعني من 16 إلى 0 فسرعة المتوسطة بين 16 و 0 هي ثمانية إذن السرعة المتوسطة هي ثمانية إما سنأخذ نصف السرعة يعني ثمانية نصف السرعة ضرب الزمن كلي بمعنى ثمانية ضرب الزمن كلي عشرة يساوي ثمانين هذه الطريقة الأولى ونحن وجدنا ثمانين متر الطريقة الثانية ستكون مؤدية إلى نفس النتيجة هنا لإيجاد المسافة التي قطعتها الكرة أثناء مرحلة الصعود وأثناء مرحلة الهبوط علينا أن نحسب المساحة المحصورة التي يحصرها هذا المثلث يعني المحصورة بين المنحنى وخطي الزمن والسرعة إذن المثلث لدينا هنا مثلث قائم مساحة المثلث ماذا تساوي؟ تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنين يعني لاحظ أننا عدنا إلى النصف القاعدة هي خمسة الارتفاع هو ثمانية إذن خمسة في ثمانية على اثنين هنا قد وجدنا فقط مسافة الصعود يتكرر نفس الشيء أثناء الهبوط لدينا مثلث مماثل للأول إذن ستكرر نفس العملية يعني القاعدة في الارتفاع على اثنين وبالتالي سنجد نفس العلاقة الأولى التي طبقناها وهي نصف السرعة المتوسطة يعني النصف مضروب في ستاش مضروب في عشر وبالتالي نجد ثمانين متر إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته